لكن موضوع التحكيم مش موضوع بيستفز الكابتن عفة نصار فقط لغير لكن كمان التعبير عن فكرة الخطأ التحكيمي واستشعار الظلم بيختلف لما بيتغير لون التشيرت لما الكابتن هاني سعيد استشعر الظلم أمام النادي الآلي في المباراة التي فاز فيها النادي الآلي 2-1 وظن انه خطأ تحكيمي والخبراء أجمعوا على ان لو حارس بيرامدز كان احتفظ بالكرة كان وقتها الهدف يكون في الغاء لكن هاني سعيد بيكون له تصريح بعد المباراة في المنتهى الغضب عشان كان قدام النادي الآلي نسمعه عشان هنرجع نشوف هل ده طبيعة هاني سعيد في التعامل مع الأخطاء التحكمية او استشعاره بالظلم نشوف الفيديو لحد امتح هنفضل مستمرين بالوضع ده حضرتك يا كابتن هاني كنت شايف ان بيرامدز بيأدي جيدا ولكن قرارات التحكمية أصارت على مجرى اللقاء احنا قدنا زيزفت ماشي و احنا اوحش فرقة في ده كل انت عايزو ده ملوش علاقة باللي حصل الفرقة احنا قدنا كويس ما قدناش ده كل ده حاجة واللي بيحصل حاجة تانية خالص انا مليش ضعب الاداة اللي احنا قدناها احنا وحشين يا سيدي ما عنديش مشكلة لكن بس انا باتتكلم في بيحصل لاي أماما worth سنون بنفعش لان احنا نبقى أن ستنتكلم في نفس المواضيع لان ممكن بسلح لكن وني رائعة اللي اعفض افهم ليس نحن 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 نعرف نفس المواضيع لان كان prisees حوول الدنيا واسaver فعندين حتي مم Gang NV fam ... نے انا إقرأت ومحترم فجأت وقت وقت تحرق ... ... لازم تطلع وتعمل نمره عشان تعمل لنفسك حاج ... ... فعندماً لا يزرق لذاً وليس أحده ... و بعد ذلك ثم ترجع نزع عنه طبعاً ... ... ترجع ترجعه طبعاً لنجح احضر حكم ... ... باهم حاجة الواضحة ... ... يعني لا أجحب حكم وليس لنجح احضر حكم ... وترجع تقول لك نحن نوفينا على الحكم ... ... انت واضح لا إله لا و انت ماشي الدانيا ... لازم كلها تماشي على مزاجك ومش منطق برضو يعني مش منطق يعني برضو ليه طاقة وليه حد برضو لازم يمشي عليه قمة الانفعال من الكابتن هاني أنا استوقفت نقطة بيقول بقالنا سنين بنتكلم في النقطة دي يعني سنين دي عايدة على منصبك في نادي حديث العهد ولا سنين كلاعب في فريق مصر المقصة ولا سنين في الزمالك وانت لاعب في الزمالك ولا سنين في الاهلي ولا أي سنين اللي بتتكلم عنهم درقهم واحد النقطة التانية استشعرك الزم بتتكلم عن إن في وجود النادي الاهلي بتقول الصوت العالي هو اللي بيمشي احنا قلنا هنا قبل كده هاتواحد مسؤول في النادي الاهلي طلع صوت عالي لكن خلاص مش هنستعرض اللي احنا تكلمنا فيه قبل كده وقت الفيديو ولكن هل ده فارس انطباعاته دايما لما بيستشعر الزم يا وسامة مش انطباعه ده الرجل شوية كان هاخد كرسي وشمسية وروح يعتصم عند اتحاد الكرة هاخد شوية طموح معاه شيء مش طبيعي ورد فعل مبالغ فيه جدا وزي ما انت قلت في وقعة واضحة جدا ومفسرة ولكن كابتن هاني ما بيشوفش بنفس العين واضحة جدا أنه ما فيهاش ظلم تحكيمي ويبدو أن هي برضو تنقضات يعني أنت تفتكر وقعة محاولة هروبه من الزمالك عشان يروح للنادي الاهلي يبدو أن هي برضو سايبة أثار أن دايما التنقضات بتحصل دلوقتي بأزمالكاوي منتامي قوي أو لو مزمالكاوي منتامي قوي بينتامي البرامدز بس هل بمعيار بيرامدز كان بيشوف بنفس العين نطلع ونشوف بعد خطأ تحكيمي أو كرة فيها شك تحكيمي كان رأي كابتن هاني ايه نشوف الفيديو نبصه لك حاجة احنا جبنا جول الشوت الأولانية بتاع ايريكتراوري وتحسب اوف سايد احنا ما تكلمناش ما اعترضناش لانهي من الملعب ما كانتش بيننا لان وacoانة جدا طبعا الكلام الي ناسألت ولي وانا شوفتها دلواتي بعد المتش بعد المتش مخ включلس طبعا الكرا مش قوب صايد خالص الكرا فيعل مش قوب صايد خالص فالسؤال الآن هل المشكلة المشكلة عندنا في ايه هل المشكلة عندنا في عمتا كمستوى هل هي كمستوى ولا فيه حاجات تانية هي اللي بتحكم الموضوع هوا سؤال عائي يعني فأنا ما أتكلم بقصة مش عصبي لأن أتلعت قبل كده كنت تتكلمت بعصبي على موضوع الفر والناس كلها بقت تأخذ يعني الكلام أنا قلته بقاله من سنة وبيطلع حد الواتي والناس بتتكلم فأنا مش عايز أتكلم بعصبي عشان في الآخر بتقول أنت بتتعصب ليه بس في الآخر في حاجات هي فعلا بتعصب يعني أنت لما تشوف أنت مطش مهم بالنسبة لك بتتعادل فيه ما بتاخدش ثلاث نقط عشان غلطة أنت ملكش زنب فيها وفيه حاجات ممكن بيبقى فيها شك يعني أنا لما شفتها لوقتي فيه حاجات فيها شك بتبقى صعبة أن أنت تتحددها بتبقى فيها صعوبة شوية لكن اللي أنا شفته الموضوع ما فوش شك يعني الموضوع حتى ما فوش شك خالص سؤال عادي ومش متعصب ومش قصد أي حاجة يا زمالك يا جماعة محدش يزعل وما ترجعوش تفتكروا اللي أنا قلته من سنة وتقارنوا ده موضوع راح لحاله عشان كان يخص النادي الأهلي هو ده كابتن هاني سعيد اللي عنده كل جمهور النادي الأهلي بيشوف مشاعر تجاه النادي الأهلي ايه سببها أنا مش فاهم وانت واحد كنت بتحاول تهرب من النادي اللي انت موقع له عشان تروح النادي الأهلي يمكن حرمانهم البطولات اللي حصلت مؤثر عليه في النهاية من وجهة نظري احنا بنبارك له على الهدوء اللي وصل ليه أمام الزمالك في خطأ تحكيمي اوضح كثيرا من خطأ التحكيمي اللي حصل في برات النادي الأهلي يا ريت بقى تستمر على نفس هذا الهدوء وتكمل على نفس هذا الهدوء مايجيش بقى ايه اي موقف تاني او موقف آخر يضايقك او يعصبك مرة تانية